شفنا مبارح اهتمام وسائل الإعلام ربما بالطالبة مننا طلاء عماد اللي طلعت الأولى على الإعدادية وإزاي صلطت وسائل إعلامنا المصرية الضوء على قصة مكفحتها قالت إن هي إزاي بتذاكر في أجواء ربما يعني لا طريق بوحدة ربما طلعت الأولى على الشهادة الإعدادية نهاردة الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة أعلانوا مبارح في بيان مشترك عن تبنيهم للطالبة المتفوقة مننا طلاء عماد واللي حصلت على المركز الأول في المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ وده تنفيذا لتكلفات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة أعلانوا كمان أنهم هيقدموا كل أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مرحلها التعليمية القادمة والحد تخرجها إن شاء الله من الجامعة